همتدي شرح بعد كده هنحل الاسئلة على الدرس على طول. نر بس التركيز. وهنحل مع بعضنا الاسئلة في بتاعة الدرس يا. طيب. هل الثربة هل النبات محتاج ان هو لازم تحط تربة? تمام? هل النبات محتاج التربة? هنبص على صوت أو هنحط علامة صحة أو خطأ. أول واحدة. بيحتاج الهوى والشمس بس عشان يكبر. هل تحول الغلط? لا. هتكون خطأ. الهوى والشمس والهوى والشمس 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 والشمس. ما هي شمس هيا فانلايت. اير. فانلايت ويه كمان وصويل. طيب. نمبر تو. اذا بلانت از نوتوترد. لو انا عندي نبات ومشربتوش مية. نوتوترد يعني لم ناشرب مية. for longer time. it will die. صح ولا غلط? no. no. if the plant not watered for a longer time. it will die. لو انا عندي نبات مشربش مية هيموت. بس اركز معي. وبيقولي. if the plant is not watered. ما ترواش مية. ما تحطروش مية. for a longer time. it will die. هيموت. تبقى صح ولا غلط? اصلا ما كنت فاكرة روة لو مسلا لو مشربش مية ما مش هيعيش. ما هو. ما هو لو مشربش مية هيموت. تبقى صح ولا غلط ما هو الاسؤال بيقولك ايه. if the plant is not watered for a longer time it will die. يعني لو انا عندي نبات مشربش مية هيموت. صح. اي. طيب. النقطة نعم. اي. 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 اي هو. تمام. ماشي. هنعمل تجربة. التجربة دي المفروض ان احنا هنعمل عملية اسملة الانبات. الانبات. كلمة الانبات يعني ايه. يعني هجيب بزرة فول احطها في منديل او احطها في طربة وشربها شبهات مية عشان يحصل لها انبات. الانبات بالانجلش يعني جرميناشن. 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 ربيت افتر مية فليز. جرميناشن. 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 الكلمة دي يعني انبات. جرميناشن. جرميناشن. او ازاي افهم معنى كلمة جرمينيشن اول حاجة هنا يريد ان النبات بيبتدي ينبت او يبتدي يكبر من التربة النبات هو قالص قالص داس مش يمنيت معنى انبات طيب عشان نعرف ان فعلا النبات يحتوي الطربة قلق بيزة كمية كحاجة اساسية هنروح حطي النبات هنفط مسلا بزور الفول ونحطها في منزل وبعد كده هنروح نجيسها بالمسطرة وهنشوف الانبات ده صلح كام صنطي كيبر طول كام صنطي بعد كده هنروح نقارن بين النمو لما حطينا بزرة الفول في المنديج ولما احنا حطينا بزرة الفول التانية في التربة في الكباية اللي فيها التربة طب احنا هكد عندنا شوية ادوات ايه هم ده الادوات السوية معايا عندي كباية فيها شوية تربة عندي المنديج بتاعة الحمام اسمها اه الكباية اللي فيها تربة اسمها ايه يعني كباية بلاستيك فيها تربة اللي هي المنديج بتاعة الحمام عندك تنية آآ يعني عند حبات فوق. قادي كده آآ عندي آآ بلاستيك بلايت. طبق بلاستيك. ووتر. عندي بقى مية شوية مية. اللي هي المصطرة المترية. يبقى انا عندي كم دلوقتي? ايوة. تمام. تعال بقى هنا نشوف الخطوات بتاعة التجربة دي. اول حاجة هنروح باخدين المنزل الناشف ده. وهنروح نعمل عليه بالبخاخ بداعة المية. هنروح دخين عليه شوية مية. طيب. بعد كده هنروح عاملين ايه في الخطوة التانية? هنروح حطين تلات حبة من الفول. امتا? طبق ها. وهنروح حطين نص المنزل اللي تلنا نغط بيهم في الفول. هنروح بقى الكوبية اللي فيها الطربة. وهنروح حطين الثلاث حبات فول او الثلاث فولات الناشفين دولار. طول مدم الزفت الناشف. بس وبعد كده هنروح عاملين ايه? الخطوة التلتة اه ربعة. هنحط الصباق اللي فيه الثلاث فولات اللي فيه المنزل. وهنحط الكوبية اللي فيها طربة قدام الشمس. يبقى في مكان يكون فيه شمس. طب. رقم خمسة. وهنستنى بقى حوالي اربع خمس ايام كده. وكل يوم يروح راشين الطبق اللي فيه تلت حبات فول بشوية شوية ما من البخية. وكمان الكوبية التانية نحط علىها شوية طوية من البخية. سنقيس الطول بتاع كل الحباية اه بتاع الفول سواء هنا في الطبق دوة او في الكوبية نفسها. هنلاحظ ايه? الوحظ الطول بتاع النبات اللي موجود في الطبق. هنكون قصير. لكن لكن شوية النباتات او اللي هو الفول في الكوبية صويل. طب ليه بقى يا طرى? ونعرف السبب دلوقتي. يلا كده نشوف. لان البذور اللي محدوطة في الطربة البذور اللي هي من غير طربة اللي ما فهاش طربة. مش هتنمو بسرعة. زي اللي موجودة في الطربة. يبقى معنا كده ان الطربة بتخليه ما تطلع بسرعة ولا لا? لا بتخليها يطلع بسرعة. تمام. يبقى هنا. لما يكون عندي مية البذور. ممكن تكبر. بس ايه? يا دي بقى هتصلع براعا بس. او هتنمو. يحصلها انبات فقط. انا غير طربة. ولكن 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 في الاخر لازم يكون في طربة عشان النبات يطول شوية. طب يلا بقى نسأل كريمي شوية معنا ولا لأ? بالطروق. ده بتنسى احصيل. اندير وجود الطربة مهم في البداية. بداية الانبات. صح ولا غلط? صح. لأ. الاجابة غلط. لان هو بيقول في البداية خالص. هل لازم يكون عنده طربة ولا مش لازم? مندير كفاية. لأ لازم. لأ مش لازم. مش لازم يكون عنده طربة في البداية في الحكاية في الاول خالص خالص. مش لازم يكون عنده طربة. ممكن مندير. لكن لكن لو انا عايزة النبات يطول يبقى لازم طربة. في البداية مش لازم يكون عنده طربة في البداية. خلاص? حعد لك الشرحة تاني بتاعك على السريع. حد تاني معلومة. بص. هنا بنقولي. الاول احنا بتتكلم على الحدر اسمها يعني الانبات. كلمة الانبات ممكن يحصل بطريقتين يا كريم. ممكن لو انا عندي منديل او يكون عندي طربة. طب انا عندي منديل. في البداية ممكن يحصل انبات يعني يحصل لكن بعد كده النبات مش هيطفقش هيكبر. لذلك لذلك انا بروح نقلت قول اروح او من البداية يا اخواني اروح اطلتين في طربة. يبقى انا عندي طرقتين اهول عنده طرقتين للانبات. اما المنديل يا اما في الطربة. طيب. في البداية هنا في الكتاب ده بيقول لك ايه? في البداية في البداية ممكن استخدم ممكن استغنى عن الطربة. ما يكونش عنده طربة في البداية. ولكن ولكن في الاخر بعد بعد ما يطلع النبتة الصغيرة دي علشان اخليها تطول لازم يكون عندي طربة. ماشي فهو هنا السؤال بيقول لك ايه? انا لو هو في البداية مثلا هيبقى عايز منديل وما لو عايز ان الزرعة تطول هيبقى عايز طربة. بيبقى عشان كده ايه. فهو بيقول لك انزر مش مهم الطربة ان انزر مش لازم يكون عن طربة في الاول في بداية الانبات. يبقى صحة ولا غلط? غلط. بس ايه الاول ولا كتنة يا قصدين? ايه السؤال لا وليه? طيب. يبقى غلط. ايوة. طبع عشان اصحة. ايوة. طبع عشان اخلي اخلي الجملة دي اتعامل صح. اه ليه? بس نطن السزري. اقول. نطن السزري. اعشي? اقول يقول. يمكن يكون عندك اجابة تاني. انا كنت اقول نها هي هي النفس اللي جاية اكون انا هنحطي نط. كمان. طب رقم اتنين. لما بيكون عندي نبات الكول. آآ الططف المنديل. بعد كده ببقى محتاج ان يكون عنده طربة. صح ولا غلط? صح. تمام. الحمد لله بدا كده ثاني. قوي. الحتة اللي هي مهمة لازم تحفظها وتذكرها زي الحتة اللي انا بقول لك علىها صحة وغلط ده. ببقى تحفظهم وتذكرهم. انا طبعا بسجل الانتصال تبعطها على اليوتيوب. بس ان شاء الله يعني تحاول انت يعني لو انت ملتزم ان انت مشترك في القناة وتسمع الفيديو. ده بيخليك المعلومة تثبت اكتر. يعني لما انت تسمع الشرحة مرة اين? ايه? هبعد لك اللي انت. القناة اسمها ايه? القناة اسمها قيمة من المعرفة. اكتبت نمبر فايف. او بيزيك نييت. او بيزيك نييت. او بيزيك نييت. الصلاة يتضوء الشمس. ياج اساسي. احنا عارفين قبل كده ان النبات علشان يعمل غزاء وبنفسه لازم يكون في عملية اسمها عملية الفوتو ساينس بروسس. اللي هي عملية البناء مين? الضوئي. عملية البناء? الضوئي. ايوة. عملية البناء الضوئي لها تعريف. ايه بقى التعريف بتاع عملية البناء الضوئي. هنقول التعريف ده هنقسم الحيات التوانطوطة علشان نبقى حفظيهم. اول حاجة. بقى انا كده لستمت التعريف اللي ايه? اختصرته خالص. ابقى اول فتة. انها عملية. الاوراق بتمتصل للشمس. عشان تعمل اكلها بنفسها. يبقى نقول التعريف مثالة مرة بعد كده نخلي كاريم يقول ايه? التعريف لوحد. تعتمد اكلها بنفسها. اتعريف. لذي الله تقبل جدا كاريم. تعتمد اكلها بنفسها بات سنناها de ware. اتعريف. اتعريف على جيدا. تعتمد اكلها بنفسها بنفسها. أعلان النموذي تواصلتها بنفسها. فود. ايوة هي عملية بيتخلي اوراق الشهر اللي هي كلمة دي عن اوراق الشجع. وتنطص للشمس. وبعد كده تروح عاملة غزاءها بنفسها. تعال بقى هنا في سؤال دول ايه? ازاي النباتات تعمل اكلها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي. عندي ثلاث حاجات مهبنية. عشان عملية البناء الضوئي. والكربون ضيق اوكسايد والووتر. الثلاث حاجات دول. فايدتهم ايه? اه الثلاث حاجات دول عشان يعمل عاملة البناء الضوئي. طب عملية البناء الضوئي بعد ما تتعمل بتطلع لنا ايه? اكسجين. اكسجين. ايوة. وتطلع لنا كمان شجر. الشجر ده. الغزاء بتاع النبات. يعني النبات النبات الضوئ يتغذى عالميه على الشجر. خلاص. دلوقتي عملية البناء الضوئي. ايه? تلات حاجات مهمية بتعطي البناء الضوئي? الصن. والكربون ضيق اوكسايد والووتر. الصن من الصن ضيق من الشمس. الكربون ضيق اوكسايد من عنده فين? الانيمالز والهيومان. طب الووتر ازاي يعني يا مسك? مش احنا مش احنا بنتنفس اكسجين. لما احنا كنا في جريد فور مش احنا اخذنا في ان احنا بنتنفس اكسجين ومنطلع صنوكسي الكربون من بقنا? او. كل الكنات الحقيقة كده يعني الهيومان والانيمال. النبات بقى يروح واخد. او الضبط الشاطر. ادي كده يروح النبات واخد النبات يروح ياخد ايه? ساني اكسايد الكربون ده? يروح. ايوة. ايوة. تمام. تعال بقى نشوف الكتاب باش رح ازاي هنا. كلام الكتير بقى بتاع الكتاب. جرين بلانت يوز زير ليبز. سوك الليكت صن لايت. هندي كربون ضايق اوكسايد فروم زا ايه. الورقة بتاع الشغر بتروح عاملة تجمع صن لايت. والكربون ضايق اوكسايد فروم زا ايه. بتروح واخد الشم. بتروح واخد الكربون ضايق اوكسايد لو استنفضت كربون من الهاو. دي الخطوة الاولى. طب الخطوة الاولى دي بتحصل فيني كريم? باوراق الشجر اللي هي في. اي. 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 نمبر تو. الجزور بتاعت النبات. بتروح واخدة. المية من الطربة. يبقى الجزور بتاعت النبات. الروتز. بلانت رودز. ابسورب وود. يبقى الوطر اللي بتجي للورقة بتاعت الشجر اصلا هي جاي لها من عندي فين? من البلانت رودز. ايوة. البلانت الصورت ابسورب ووتر فروم مين؟ عندي مين؟. ايوة. من دي جاء مناكة بلانت رودز. ايوة. نمبر تل. اين صايد? ذاكريم بلانت. بداخل النارات. اه الشمس. الشمس ايدي او يروح يقول لك عشان تتحده مع بعضيا. يروح الكربون داي اوكسايد. عشان تتحده مع بعضيا. وينتق عنه سكر. يعني كأن ده البوابة بتاع المصلح. ويروح عامل بقى ايه? قالت الكربون داي اوكسايد مع الوطر. يروح مطلع لنا حكسين. مطلع لنا اكسجين ويطلع شجر. طب الاكسجين ده واه. مين اللي بياخد الاكسجين? الانسان والحيوان. which is released in the air to help living organisms. بيساعد النباتات. بيساعد الحيوانات. والانسان اللي هو يتنفذ. طب الشجر بيروح لمن الشجر اللي طالع? الشجر بيروح للنبات. ويه كمان? ايوة. بص يا. النبات كله على بعضي. بياخد الشجر ده. ويستفد منه. علشان يكبر ويطول. يبقى هستفد بقى الملخص بتاع الكلام اللي انا قلته ده. ان كان في معادلة. مع الكربون مع الوطر الثلاثة دولار مع بعضهم ينتجوا ايه في الاخر? اكسجين وشجر. تمام النبات بيستخدمه عشان يوم. ايه عشان يبقى كبير. ايوة شاطر شاطر. هنحمل بقى تجربة تانية. now we will do an experiment to show to show the effect of sunlight on. في الوقت هنعمل تجربة عشان نعرف تأثير الشمس على النبات. هنروح اجيبين كوبايتين. two plastic cups. two plastic cups. وهنجيب. two pence seeds. وهنجيب تربة. وهنجيب مية. اللي هي water. وهنعمل خطوات دي. steps. number one. add the soil to the two cups. هنحط التربة في الكوبايتين. then put the pence seeds on the soil. وهنحط النبات بتاع الفول في الكوبايتين. وحدايا هنا ووحدايا هنا. one seed and cover the seed with two centimeters of fire. هنروح مغطيين من الفلاية دي. هتحط عليها اتنين سنتي تربة. والفلاية التانية هتحط عليها اتنين سنتي من التربة. من فوقيها. number two. add the same amount of water to itch cup to most in the water. عشان نرتب التربة. هنروح اجيبين شوية مية. نحطهم هنا. وهم هم نفس شوية المية نحطهم هنا. يعني ازا حطونا هنا نصف كوباية نحط هنا كمان نصف كوباية مية او كوباية مية. عشان نسقيهم. نخليهم يشربوا شوية مية. بعد كده number three. put the red cup facing the sunlight. هنحط كوباية اللونها احمر جنب الشباك قدام الشمس. and blue cup in avercades. والكوباية اللونها اسفع في حتى ضلنا كده بعيد عن الشمس. number four. water boost. هنروح سعين الكوبادي وسعين الكوبادي. and to observe them along two weeks. وهنوحزهم لمدة طويلة. بعد زبوع كده هنشوف ايه بقى. after two weeks بعد زبوعين. we observe second. the plant in the red cup grew taller than the plant in the lookup. النبات اللي هو في الكوباية الحمراء هيتطول اطول من الكوباية الكوباية الزرق. عشان ده ده سر سنلايت وده سأصير الهودل. ايوا كده. the plant in the red cup has four leaves with dark with dark green color. while the plant in the blue cup has two small leaves with pale green color. الكوباية العمراء فيها اربع اوراق لونهم اخبر حلوين كده وشكلهم جميل. لكن الكوباية الزرق فيها two leaves. ورقتين صغيرين. كمان لونهم مش حلو. لونهم اصفر كده ومش كويس. هنستفاد ايه بقى من التجربة دي? اول حاج. sunlight is basic need for the plant is like water and water. ان ضوء الشمس مهم جدا. ومن الحاجات الاساسية جدا. زيها زي الميا وزي الهو. والتاني حاجة is important to plant grow. ان الشمس مهمة جدا. لنمو النبات. because plant use sunlight to make their own food. علشان الشمس مهمة للنبات عشان يسمع غزاءه بنفس. so the plant was out sunlight. عشان كده النبات لو مو عنده الشمس هيحصله ايه? doesn't grow well. مش هينمو بسرعة ولا هينمو كويس. because it had less food. عشان كده يبقى الاكتب بتاعه طيب. يلا نسأل السؤال اللي كريم عشان نتشوفه قيام ولا لأ? check your understanding. put the rule on false. number one. in the absence of sunlight. plant can make their own food. هي غياب دوء الشمس. النباتات ممكن تعمل اكلها بنفسها. false. تمام. احكي ده برفع لي. طيب. number two. when a plant to grow in sunlight. it feels become pale green. لما بيكون عندي شمس. الاوراق هتكون شكلها مش كويس. اه. طيب. ايه بقى التصحيح بتاع الجملة دي? احوش كلبت بلو وليه? احط اه green. صح 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 صح. ممكن اكتب ايه. تمام. رفع عليك. طيب. يلا بقى نحل اسئلة على الدرس اللي حتى شرحناه. عشان نشوف بس نتأكد ان انت تمام التامك ده ايه. اه صح. في معلومة مهمة خلص عاوزة اقول لك عليها. الحاجات اللي هقول لك عليها تحفظها صمت وتحفظها وتذكرها وكده. هقول لك عليها دي البعض. بص. شايف المربع الاصفر ده اللي مكتوب عليه كلمة ده يتحفظ صمت زي اسم. ده في وشايف استؤال دولة اللي انا بحلهم معك. ايه عشان اتحان. واستؤال دولة برضو. ايه. فعندك هنا برضو المعادلة دي لوصل لايت فلاص كربون فلاص بوتر. بيسوي شجر واكسجر. دي برضو مهمة خالص. والمربع الاحمر ده. تمام? بس هو ده اللي انا عزك تحفظه. هنا وكد صفحة اللي فوقيها. البتاع اللي صفحة اللي صفحة اللي وصحة اللي. بس. ادلان عزك. اه. وتسمع الفيديو تاني. اعمل تجربة. اعمل تجربة. اعمل تجربة اللي. ماشا. ياريت. صورها فيديو. حلو خالص. انت ذكروا ايه دي الشطارة دي. ماشا الله عليه. يعني كل ما تكبر صورها عشان الفيديو. عشان في ايام الممكن. عشان عبام تكبر خالص. تمام? تمام. تمام. زال فول. انا عوزي اكتر وكد. يا سلام. ده انت فرحتني خالص. ليش اكده. يلا بقى نحل ايه. نتشوز. يلا نزل كده. انا للمكند. اسمcard. أعمل تحفيز؟ نائك على اغلق عقرب. dibzeńو من البطل. رهم نوع عقرب. لما يكون البطل. حتنبق. دي cour.. هذه ولا جرمانيشن ولا عبسورفاشن ولا ربرودكشن جرمانيشن الحمدلله حمدلله نمبر تو لو راح نحطينا بزرة الفوق في ايه هتبتدي يحصل لها جرمانيش هنحطها في الدري بيبر طول ولا البلاستيك بليت ولا الويت بيبر طول ولا دري سويل دري سويل ولا انا كده هاتح هنخبر يعني منادين مبللة مبللة بالماء نمبر ثلاث في وجود الماء يعني احنا لما يكون عندنا شوية ماء وعندنا شوية بذور ممكن البذور دي تنبت في البداية خالص من غير ما يكون عندي ايه سويل ايه ومتلت الحمدلله كده انت تاني خلي بالك يا كريم الاسئلة دي ارضوك هتقرأها تاني وهتحلها تاني عشان اثبت المعلوم لان انا بجد يعني طول ما انا بترجم لك السؤال بالعربي ببقى مش متطمن انا امتى بقى هتطمن لما تسألك السؤال بالانجليش والجواب بالانجليش على طول من غير ما ترجم لك اهمني؟ اوكي هاي رب كده شوفر ما دي كده نمبر فورت نقاط معنى السؤال الشمس وساني اوكسيد الكربون لما بيتجمعوا بيتجمعوا فين عشان يعمل عملية عشان يعمل اكله بنفسه فين الجزء لبس اي بتعمل لبس لبس اي واي تمام خلاص كده اكل اوكي اوكي تعال نفش على السؤال اللي بعد نعم 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 اوكي يرغب اوكي اوكي نفقح عليك مبسوطة منك يا الله من غير ايه النبات ما يقدرش يانمو الناس جيد ثم ابدا كده ايه 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 اه ايه ايه ايه? ان الجذور بتاعت النبات. بتتص ايه من الثربة? اوكسين ايه? يا سلام. يا سلام يا سلام. يعني الجذور. انا دولة لجبات. ايه. بتمتص الووتر. ان الجذور بتاعت النبات. ايه. عايزة اكل بتاخد الووتر من تحت. ايه. تحور شورة. طبع? ماشي. تاخد الووتر من تحت تروح مع الكربون دي اوكسايد. مع الصلة تروح عمل لنا الشجر. ايه. بص هتدي لك واجب. هتدي لك واجب. هنحل دولة. بعد ايك ادي لك واجب هتحلو. بعد ما تحل الواجب تبع تقولي على طول النهاردة. مت اخترش. يعني هتدي لك واجب مسلا ايه? اوكي. ايه. مش تاخد اكتر من صفحة. عدي. نسعة ثمانية عشان هي ساعة. دي وقتي خمسة ونصف. انا عندي ثمانية كرة من ستة سبعة. او من سبعة. يعني ممكن اخلص تسعة وثمانية. ماشي. خلص. بش هتدي لك واجب كده. ماشي. عدي لك واجب. بسيطة. يعني بس. واجب صغير مش واجب كده. ماشي? وانا اقول لك خلص بشد لك واجب. تعالوا نحلم مع بعض الاسرة دي وبالاش واجب خاص. مش هتديك واجب. يلا. بطلو ارفوز. نمبر وان. ادزا بيجينينج اوف جرمينيكينج سنبينز سي زي كان جروه وز او تسويل اندووتر صحة او غلاص؟ صحة او لما شفت عدزا بيجينل. شفت كلمة اه وز او تسويل اللي بقى الاجبه ايه؟ صحة. ممبر ايه. او لما شفت عدز بيجينج سويل ان اتسانيشيال جروه. كل البدر في بداية الانباد بتحتاج للصوربة صح الكلام ده؟ صح. لا. فولس. فولس عشان ممكن اجربه بالمديل المبالي. عبد الله. وبضغط. ايه. ممبر ايه. او لما شفت ميني جايل. يعني بعد عديدنا الايام النمو بتاعنا بزور النبذات بيقولنا فيه يعني لو نحطت بزور واحدة بحطتها في الثربة واحدة بحطتها في مباللة اللي كنين بيبقوا زي بعضهم في الخطور فولس فولس نفس فلس الثمان السؤال هني مع تطور جدا دريم فلانتف كينجورو إن أدار كرون دريم فلانتف مش هتربة نفت بحطة فولس طيب ليفذ أو فلانتف كلك فالليت أندي كربون ضيق فيدي كسفهم ايه برو هتبقى هاي ليه ما بيقولك ايه لما النبات بيروح يعمل عملية البنوع الضويل الورق بتاع الشجر هيصبح ضعيف واصف لا هيبقى اخضر وما لما هيبقى في الدارك هيبقى يلو ماشي بس كده أنا بشكرك خالص على حضورك وتركيزك معايا وأتمنى تكون فيهم تدرت فإن شاء الله هتذكر كويس عشان خطر ايه بإذن الله يوم من الجمعة بقى فيه اختبار كده ليك حدث اللي احنا شرحناها بس كده اشوفك على خير ان شاء الله مرة جاي سلام عليكم بعض بعض مرحبا